المزمور السادس والعشرون اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت وعلى الرب توكلت بلا تقلقل جربني يا رب وامتحني صفي كليتي وقلبي لأن رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك لم أجلس مع أناس السوء ومع الماكرين لا أدخل أبغط جماعة الأثمة ومع الأشرار لا أجلس أغسل يدي في النقاوة فأطوف بمذبحك يا رب لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك يا رب أحببت محل بيتك وموضع مسكني مجدك لا تجمع مع الخطاط نفسي ولا مع رجال الدماء حياتي الذين في أيديهم رذيلة ويمينهم الآنة رشوة أما أنا فبكمالي أسلك فدني وارحمني رجلي واقفة على سهل في الجماعات أبارك الرب المزمور السابع والعشرون لداود الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حسن حياتي ممن أرتعب عندما اقترب إلي الأشرار ليأكل لحمي مضايقي وأعدائي عفروا وسقطوا إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن واحدة سألت من الرب وأياها ألتمس أن أسكنا في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمته ذبائح الهتافي أغني وأرنم للرب استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي لك قال قلبي قل تطلب وجهي وجهك يا رب أطلب لا تحجب وجهك عني لا تخيب بسخط عبدك قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي إنا أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني علمني يا رب طريقك واحدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي لا تسلمني إلى مرامي مضايقية لأنه قد قام علي شهود زور ونافس ظوم لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب المزمور الثامن والعشرون لداود إليك يا رب أصرخ يا صخرتي لا تتصامم من جهتي لألا تسكت عني فأشبه الهابطين في الجب استمع صوت تضرعي إذ أستغيث بك وأرفع يدي إلى محراب قدسك لا تجذبني مع الأشرار ومع فعلة الإسم المخاطبين أصحابهم بالسلام والشر في قلوبهم أعطهم حسب فعلهم وحسب شر أعمالهم حسب صنع أيديهم أعطهم رد عليهم معاملتهم لأنهم لم ينتبه إلى أفعال الرب ولا إلى أعمال يديه يهدمهم ولا يبنيهم مبارك الرب لأنه سمع صوت تضرعي الرب عزي وترسي عليه اتكل قلبي فانتصرت ويبتهج قلبي وبأغنية أحمده الرب عز لهم وحسن خلاصي مسيحه هو خلص شعبك وبارك ميراثك وارعهم واحملهم إلى الأبد المزمور التاسع والعشرون مزمور لداود قدموا للرب يا أبناء الله قدموا للرب مجدا وعزا قدموا للرب مجد اسمه سجدوا للرب في زينة مقدسة صوت الرب على المياه إله المجد أرعد الرب فوق المياه الكثيرة صوت الرب بالقوة صوت الرب بالجلال صوت الرب مكثر الأرز ويكثر الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل لبنانا وسريونا مثل فرير البقر الوحشي صوت الرب يقدح لهب نار صوت الرب يزلزل البرية يزلزل الرب برية قادش صوت الرب يولد الأيل ويكشف الوعور وفي هيكله الكل قائل مجد الرب بالتوفان جلس ويجلس الرب ملكا إلى الأبد الرب يعطي عزا لشعبه الرب يبارك شعبه بالسلام المزمور السلاثون مزمور أغنية تجشين البيت لداود أعظمك يا رب لأنك نشلتني ولم تشمت بي أعدائي يا رب إله استغست بك فشفيتني يا رب أصعدت من الهاوية نفسي أحييتني من بين الهابتين في الجب رنم للرب يا أتقياءه واحمد ذكر قدسه لأن للحظة غضبه حياة في رضاه عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم وأنا قلت في تمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد يا رب برضاك ثبت لجبلي عزا حجبت وجهك فصرت مرتاعا إليك يا رب أصرخ وإلى السيدي أتضرع ما الفائدة من دمي إذا نزلت إلى الحفرة هل يحمدك التراب هل يخبر بحقك استمع يا رب وارحمني يا ربك معينا لي حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي ومنطقتني فرجا لكي تترنم لك روحي ولا تسكت يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك أمثال سليمان الفصل السادس يا بني إن ضمنت صاحبك إن مددت يدك لكفالة غريبا إن اشتبكت بكلام فمك إن أخذت بأقوال فيك إذن فافعل هذا يا بني ونجي نفسك إذ قد أضحيت في قبضة صاحبك ذهب تواضع أمام صاحبك وألح عليه لا تعطي عينيك نوما ولا أجفانك نعاسا نجي نفسك كالضبي من اليد كالعصفور من يد الصياد اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما إنها ليس لها قائد ولا مدبر ولا حاكم تعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها إلى متى ترقد أيها الكسلان متى تنهض من نومك قليل من النوم بعد قليل من النعاس وطي اليدين قليلا للرقاد فيأتي فقرك كساع وعوزك كرجل متسلح رجل الرجس إنسان الإثم يسعى والإعوجاج في فمه يغمز بعينيه يتكلم بقدميه يشير بأصابعه في قلبه عوج ينشئ الشر في كل حين يزرع خصومات فلذلك تفاجئه بليته بغتة في لحظة ينكسر ولا شفاء له ستة يبغضها الرب وسبعة هي رجس عنده عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئا قلب ينشئ أفكارا آثمة أقدام سريعة الجري إلى السوء شاهد زور ينفث الأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة يا بني احفظ وصايا أبيك ولا تترك تعليم أمك اربطها على قلبك دائما تقلد بها على عنقك إذا سرت تهديك وإذا نمت تحرسك وإذا استيقظت فهي تحدثك فإن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات التأديب طريق الحياة لكي تحفظك من المرأة الشريرة من تملك لسان الغريبة لا تشتهي أن جمالها بقلبك ولا تقتنسك بجفنيها فإنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز وامرأة رجل آخر تصطاد النفس الكريمة أَيَأْخُذُ إِنْسَانُ نَارًا وَهُوَهُ وَهُوَ جَائِعُونَ إن قُبِضَ عَلَيْهِ يُؤَدِّ سَبْعَةَ أَضْعَافٍ وَيُعْتِ كُلَّ مُقْتَنَى بَيْتِهِ أَمَّا الزَّانِ بِإِمْرَأَةٍ فَإِنَّهُ نَاقِسُ الْعَقْلِ وَمَنْ يَفْعَلُ هَذَا يُهْلِكُ نَفْسَهُ يَلْقَ ضَرْبًا وَخِزْيًا وَعَارُهُ لَا يُمْحَى لا يشفق في يوم الانتقام لا يقبل فدية ولا يرضى ولو أكثرت الرشوة